وينضم إلينا هنا في الستوديو لمناقشة كل هذه التطورات العسكرية السورية المحلل العسكري السوري العميد السعد عوض الزعبي سيادة العميد أهلا بك أهلا بك هنا في الستوديو سيادة العميد لنبدأ من أمور لافتة أو تطورات لافتة الإسرائيليون حينما ينفذون الضربات على مواقع داخل سوريا مواقع إيرانية تبدو هذه الضربات دقيقة جدا في التوقيت وفي الأهداف كيف تفسر هذا الأمر بسرع الخير لك ورسادة المشاهدين حقيقة دقة هذا العمل يقسم إلى قسمين القسم الأول أعطيه بنسبة 30% وهي الدور الذي يقوم به المتابعون والعملاء والجواسيس الذين تجندهم إسرائيل أو الوئة المتحدة أمريكية و70% يعود إلى التطور التكنولوجي والتطور الكتروني حقيقة إسرائيل والوئة المتحدة أمريكية مبدعين جدا في قضية الكشف الرصد التنصت التشويش يعني على سبيل المثال وليس الحصر أول ما استخدم الطيران المسير هي إسرائيل عام 1973 سقطت إحدى الطيرات المسير الإسرائيلية في منطقة أبو كمال عندما نتصور منذ عام 1973 إسرائيل لديها طائرة مسيرة فاليوم نحن أمام تطور هائل جدا من طيرات مسيرة يقوم بعملية التشويش يقوم بعملية التنصت والكشف الدقيق وتوجيه الهداف وتوجيه الذخار يضاف إلى ذلك الشراحة الإلكترونية حقيقة التي تتميز بها إسرائيل لنعود إلى لب هذا الموضوع بشكل أكثر عمقا لنقول لماذا نقول 70% للتكنولوجيا والتطور الإلكتروني الذي تملكه كل من إسرائيل والمتحدة النماركية يعني قضية دقة الهداف نلاحظ عصيب المثال بعض الشخصيات التي تم استدوافها ضمن البناء الواحد أو حتى ضمن الغرفة الواحدة في الزمن المحدد هذا لا يعني بالتأكيد أولا نعود إلى أن هناك أسلحة منتهت دقة عالية الدقة وهناك اختراق تم استخدام أسلحة عالية الدقة يعني على اسم المثال صواريخ هيلفاير التي استخدمت سواء كان في كافرسوسة أو حتى في بيروت هذه الصواريخ تم تطويرها لا بل أيضا تم تطوير آلية التوجيه لهذه الصواريخ بحيث تكون دقيقة جدا يضاف إلى الطائرات المسيرة أو أحيانا طائرات الهوك آي التي تقوم بعملية قيادة الصواريخ أيضا صواريخ التي تطلق طائرات الـ 16 سمي المثال صواريخ الهارم أو صواريخ ستاندار ارم أو حتى صواريخ يعني نوع من جو أرض بعيدة المدى هذه الصواريخ ليس فقط تتعامل مع شراحة إلكترونية وليس فقط تتعامل مع كاميرات موجودة في ذلك الهدف بل أيضا حتى يمكن تدخل بمسارها في كل أحد من اللحظات لعملية التدقيق إذن نمكن أن نقول أن 70% من دقة هذه الإصابات يعود إلى التكنولوجيا المتطورة التي تملكها كل من إسرائيل والمتعادة أمريكية بالتأكيد مثلما ذكرت الجانب التقني الإسرائيلي ولكن هناك جانب متعلق بدقة حتى التوقيت الضابط الإسرائيلي هذا كان قدم إلى سوريا قبل ساعات فقط استهداف هذه الشخصية في هذا الظرف بعد ساعة فقط موصيلها هذا يبدو بالتأكيد الإيراني يبدو أمرا لافتا كذلك إذن مسألة الاختراق الإسرائيلي محتملة الآن سبقا تحدثنا أن الاختراق الإسرائيلي كبير وعميق جدا لدرجة منذ سنوات نتنياهو تحدث عن امتلاك أكثر من 50 ألف وثيقة تتعلق بالملف النووي الذي يعتبر من أخطر الملفات وأعتقد حتى كان يسمى الصندوق الفلاذي أو الحاجز الفلاذي على هذا السر في موجود في إيران استطاعت إسرائيل أن تخترق هذا الحاجز وتدخل إلى عمق الملف النووي الإيراني أكثر من ذلك لذا عندما نتحدث حقيقة أن هناك شخصية رصدت من مكان انطلاقها كما حصل أول أمس الطائرة انطلقت من مطار دمشق الدولي إذن لا شك أن هناك مراقب في مطار دمشق الدولي وربما يكون في نفس الطائرة أو حتى في نفس الوفد قضية الاختيال قاسم سليماني والمهندس هذه العمليات لا تتم إلا بتعاون وثيق ما بين الآلية الإلكترونية أو التكنولوجيا وبين الشخصيات التي تقوم بعملية الإدلاء أو إيصال المعلومات إلى الطرف الآخر العملاء على الأرض وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن هذه الضربات بالفعل كانت إسرائيلية وأن الهدف هو منع وصول أسلحة إيرانية من سوريا للضفة الغربية وإلى داخل إسرائيل إلى أي حد يبدو هذا الأمر دقيقا هل هذا المسار معلوم سابقا أعتقد سبقا ذكرت أنا أن هناك الاستراتيجية الجديدة الإسرائيلية قسمت إلى ثلاث مراحل لتدمير الأرتال أو منع الطائرات الإيرانية من نقل الشحنات وأيضا استداف المستودعات ومناطق تصنيع الطائرات المسيرة واليوم استهداف الشخصيات التي ستقوم بعملية إما توزيع الأسلحة أو تدريب على الأسلحة أو إعطاء التوجيهات لمن يستخدم هذا السلاح هذه الاستراتيجية الإسرائيلية التي تستخدمت لكن حقيقة هذه ترتبط أيضا بسياسة إسرائيلية تتمثل هذه السياسة الإسرائيلية أيضا بثلاث مراحل المرحلة الأولى تحدث بها نتنياهو عام 2017 أنه لا نريد إيران بالقرب من حدودنا يجب أن تبتعد القوات الإيرانية أو الملايشات الإيرانية عن حدود الجنان الثمانين كيلومتر هذا كان الهدف الأول السياسي المرتبط بهذا العمل العسكري ثم بدأ نتنياهو يعدل هذا الهدف يجب أن نقول إيران بسوريا إنما ضعيفة لا نريد أن تكون إيران قوية في سوريا اليوم أعتقد الهدف بتواضحا هي مؤشرات لإيران من أجل إخراج إيران كليا من سوريا الآن باتوا تماما يتأكدون أن عملية الأسلحة التي تصل للظفة أو حتى تصل لغزة تصل عن طريق سوريا عن طريق ميناء اللاذقية حتى عن طريق لبنان والممرات البحرية الممرات أو المفاق الجبلية والتي هي موجودة في كثير مناطق ما بين سوريا و لبنان ممتدة حقيقة من منطقة القصير وصولا إلى منطقة رخلة التي قامت إيران قبل أول أمس بنقل أسلحة ونقل عناصر إلى منطقة رخلة والتي موجودة هي تماما غر بقطنة و بجبل الشيخ أيضا إذن هذه الأنفاق أبدا تشكل خطرا أو ربما تشكل تبعث الظن عند إسرائيل أن ربما السلح تضفة تأتي عبر هذه الأنفاق وبالتالي إذن ليس من فراغ أن نقول أن هذه الأسلحة التي تدخل إلى سوريا ومن ثم تدخل لبنان فلا غربة أن يمكن أن تدخل إلى مكان آخر على العموم ضربات الإسرائيلية كانت طوال فترة ماضية لا تتعلق فقط بالسابع من أكتوبر أو ما بعد السابع من أكتوبر بعد غزة بالتأكيد هي قبل فترة ذكرت مسالة سيدة العميد مسالة خروج الإيرانيين من سوريا هل الوقت حان فعلا عسكريا هل هناك مؤشرات وسياسيا بالتأكيد مؤشرات على أن الوقت حال لخروج الإيرانيين معروف تماما أن إيران لها دور بكل ملفات المنطقة بالتعاون عن أمريكا سواء ملف أفغانستان أو العراق أو حتى سوريا وبالتالي إيران لم تدخل لسوريا عبثا وليس من الفضاء إنما دخلت بموافقة إسرائيلية وبموافقة أمريكية وحتى حزب الله لم يدخل لسوريا إلا بطلب إسرائيلي لحماية النظام لكن حقيقة إيران لا تريد أن تكتفي ربما بقليل من المكافأة هي تريد أن تخصل مكافأة كبيرة جدا كما حصلت على مكافأة عراق تريد أن تحصل أيضا بمكافأة كبيرة في سوريا أعتقد الخلافات الأخيرة هي بدأت تشير إلى إيران يعني بدأ الضغط على إيران للخروج لأن يجب أن تكون مكافأة إيران صغيرة هذه المكافأة اليوم تتمثل بقضية أجبار حزب الله على الخروج شمالا إلى شمال الليطاني إن لم يخرج حزب الله فبالتأكيد إيران سوف تدفع ثمانا باهظا في سوريا لكن إن استطعت إسرائيل الضغط على حزب الله والخروج على شمال الليطاني فأعتقد سيكون مكافأة إيران في سوريا على الأقل سيبقى لها موضع قدم عميق في سوريا ولكن ليس بهذا الشكل كقوات عسكرية وملفات يعني وسيطرة بكل وزارة الدولة حقيقة جبات متدخلة بالتأكيد بالتأكيد نعم كنت معنا أيضا هنا في السد المحلل العسكري سوري العميد أسعد عوض الزعبي شكرا جزيلا لك شكرا لك